يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعليات مبادرة كتف في كتف في جميع المحافظات وذلك من أجل توفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك استمرانا لجهود دعم الفئات الأولى بالرعاية يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعليات مبادرة كتف في كتف في جميع المحافظات وفي هذا الإطار أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في الدقاهلية لدعم المواطنين جمعية الأرمان بتوزع 500 كرتون مواد غزائية على أهلنا والناس منها محافظة الدهلية بالإضافة للتوزيع عدد 500 كيلو لحوم مجمدة فيه كرنفال أطفال فيه توزيع جواز على الأطفال هدايا مبادرة كتف في كتف علشان نوصل المساعدات الغزائية لأهلنا من مستفيدين محافظة الدهلية بنستهدف النهاردة أن نوزع على 500 فرد متواجدين معنا داخل القاعة وباقي الرقم اللي هو 10 ألاف كرتونة بالإضافة للحوم والهدايا هيتم توزعها في 15 قرية في نطاق محافظة الدهلية وفقا للفئات الأكثر احتياجا تستهدف مبادرة كتف في كتف توفير 10 ألاف صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع مراكز ومدن محافظة الدهلية قبل شهر رمضان المبارك هنقوم بتوزيع الكاراتين دي على الأسر حاليا في الاستاد بعض الأسر موجودة وإن شاء الله هنخلص تعبئة ونخرج ترك أبواب هنروح لهم لحد البيت ونوزع الكاراتين نساعد الأسر الأكثر احتياجا من كاراتين ولحوم وكشف العيون والأطراف الصناعية كتف في كتف مبادرة أطلقت في جميع المحافظات بهدف نقل نموذج جديد للتكافر بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك